الجهاز الدوري لكلب السمك Circulatory System of Cellurinus Canicula يتمثل الجهاز الدوري لكلب السمك في قلب محاط بغشاء تاموري Pericardium حيث يتكون القلب من أربع حجرات وهي جيب وريدي Sinus venus رقيق الجدران أذين أوريكل رقيق الجدران بطين Venturical سميك الجدران مخروط شيرياني كونيس أرترياسس سميك الجدران يتصل الجيب الوريدي بالأذين بفتحة جيبية أذينية لها صمامان يتصل الأذين بالبطين بفتحة أذينية بطينية لها صمامان المخروط الشيرياني به صفاني من الصمامات أمامي زائد خلفي كل منهما به ثلاث صمامات هلالية الشكل صمامات القلب أحادية الاتجاه بحيث يجعل الدم يمر للأمام فقط الجهاز الشرياني Arterial System يخرج من القلب الأبهر البطني ومنه خمس شرين خيشومية واردة على كل جانب لتحمل دم غير مؤكسج شريان خيشومي رقم واحد واثنين تتفرع من الشريان عديم الاسم يتجمع الدم المؤكسج في تسع أوعية خيشومية صادرة أربعة أزواج تتحلق حول الخياشيم واحد أربعة شريان مفرد يمر حول الحافة الأمامية للخيشوم رقم خمسة يفتح في الحلقة الخيشومية للجيب الخيشومي الرابع وتعطي الأوعية الخيشومية الصادرة شرائين فوق خيشومية تتحد هذه الشرائين فوق الخيشومية معا لتعطي الأبهر الظهري يتفرع منه شرائين عديدة دم مؤكسج مثل الشريان تحت الترقوة للزعانف الصدرية وشرايين كلوية للكلية وشرايين حرقفية للزعنفة الحوضية ويمتد الأبهر الظهري للخلف على هيئة شريان ذيلي ويمتد للأمام عن طريق الشريان السباتي الجهاز الوريدي VINEO SYSTEM تنتفخ الأوردة وتكون جيوباً وريدية يتجمع الدم من منطقة الرأس في جيبين رئيسيين أماميين في الجهة الظهرية للخيشوم يتجمع الدم من منطقة الجذع في جيبين رئيسيين خلفيين تتحد الجيوب الأمامية والخلفية في قناتين كيوفيتين يمنى ويسرى تفتحان في الجيب الوريدي للقلب يتجمع الدم من منطقة الحزام الصدري والزعنفة الصدرية عن طريق الوريد تحت الترقوي سبكيليفين فين يتجمع الدم من منطقة الحزام الحوضي والزعنفة الحوضية عن طريق الوريد الحرقفي اليكفين يوجد جهازان وريديان بابيان كولوي وكبدي يتجمع الدم من منطقة الذيل عن طريق وريد ذيلي يمر هو الشريان الذيلي من خلال القوس الدموي للفقرات الذيلية